بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطلاب والطالبات الأعزاء أسعد الله أوقاتكم بكل خير تمنى لكم التفوق والنجاح إن شاء الله اليوم سنتحدث عن مقدم عامة وعن الفصل الأول لمساق المحاسبة الحكومية والذي هو بعنوان مفاهيم أساسية في المحاسبة الحكومية وطبعا سنتكلم في هذا الفصل إن شاء الله في هذه المحاضرة عن خصائص القطاع الحكومي وتوضيح مفهوم المحاسبة الحكومية إضافة إلى معرفة أهداف المحاسبة الحكومية وخصائصها ومعرفة الجهات المستفيدة من البيانات التي تقدمها المحاسبة الحكومية طبعا إحنا يعني يجب التفريق في البداية ما بين القطاعين قطاعين مهمين جدا في المحاسبة وفي المجتمع القطاع الأول وهو القطاع الخاص والقطاع الثاني هو القطاع الحكومي طبعا القطاع الخاص يعني كما نعرفه هو الذي يعني يعني الشركات التي تتبع أو تعمل بالقطاع الخاص هي شركات ربحية وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الأرباح أما بالنسبة للقطاع الحكومي فهو قطاع يمتاز بعدم يعني أهدافه لا يهدف إلى تحقيق الربح وإنما يهدف إلى تقديم خدمات عملاء المواطنين والقطاع الحكومي يعني يتمثل في مجموعة الوزرات الحكومية والمؤسسات التي تتبع إلى الدولة طيب ما خصائص القطاع الحكومي القطاع الحكومي يختص بأن التمويل الخاص به هو تمويل يعتبر من مصدر خارجي وهذا التمويل يتجدد بشكل سنوي بمعنى أنه هذا بأن القطاع الحكومي يعتمد بشكل أساسي في مصادر التمويل التي تتمثل في الموارد السيادية التي تخصصها الحكومة عن طريق الموازنة العامة بيكون لا كل قطاع للقطاع الحكومي يكون هناك موازنة عامة تخصصها الحكومة وتقدم وتخصص الحكومة الإرادات المتوقع صرفها خلال العام القادم إضافة إلى التوقع والتقديرات لقيمة المصروفات اللازمة خلال الفترة القادمة وبالتالي وفقاً لتقديرات هذه الموازنة تعتبر الإرادات الوحيدات الحكومية لا تتولد من مجهوداتها يعني ماذا يعني يعني لا يتم تحصيد الإرادات كل وزارة على حدها وتصرف منها وإنما تكون عبارة عن تمويل خارجي يأتي ويتجدد سنوياً للحكومة وكل سنة يتم تجديده بشكل مستمر الخاصية الثانية عدم وجود سوق تنافسية بحيث أن الوحدات الحكومية جميعاً تتحصل على موارد كاملة من الحكومة أو الدولة تقوم بتقديم الموارد الخاصة لكل وزارة على حدة ولا يكون هناك سوق تنافسية بين الوزارات والوزارات الأخرى أو أن يكون هناك في عملية منافسة في القطاع الحكومة يفقد هذا القطاع إمكانية تقويم كفاءة وفعالية وفعالية إدارة وحداته بصورة أكثر وقعية وهذا طبعاً طالما أنه في الشيء هو طابع التنافس ما بين الوحدات أو ما بين الوزارات طبعاً يعني يؤدي إلى ضعف نوعاً ما في عملية التنافس ما بين الوزارات وطبعاً بهدف الأساسي كما وضحنا محاسبة حكومية والقطاع الحكومي يهدف بشكل أساسي لتقديم الخدمات اللازمة للمجتمع وهذا يعني يبين لنا في الخاصية الثالثة بأن القطاع الحكومي لا يمتاز بالربح وهذا يؤدي إلى غياب حافظ الربح بحيث أن القطاع الحكومي يهدف بشكل أساسي إلى تقديم خدمات عامة ومجانية وهو بذلك لا يهدف إلى تحقيق ربح مادي مما يؤثر بدرجة كبيرة على وظيفتي القياس والإفصاح المحاسبة الخاصية الرابعة وهي عدم تجانس أهداف أصحاب المصالح بحيث أن غياب دافع الربح من ناحية والتعينات في الوظائف الحكومية التي تتم بناءها قرارات تصدر مركزيا من سلطة عليا يؤدي ذلك إلى عدم وجود تجانس بين أهداف أصحاب المصالح خلاص الموظف موظف حكومي موظف تم تعيينه بقرار من السلطة العليا يعني لا يوجد هناك الآن يعني أهداف معينة يجب أن يحققها هذا المواطن دون باستثناء تقديم الخدمات المناطة إليه وبالتالي يعني يصعب هنا أن وجود أهداف يعني يكون من أهداف المؤسسة نفسها كما هو موجود في الغطاع الخاص الخاصية الخامسة وهي القيود أو الخضوع لقيود قانونية أو شروط خاصة نجد في أن القطاع الحكومي جامد في بعض الأحيان لأنه يخضع إلى قيود قانونية وشروط وأنظمة يعني يجب الالتزام بها دون تغيير وعادة ما تركز هذه القيود على فرض الضرائب والرسوم والموارد السيادية الأخرى ومن هذه القيود ضرورة اعتماد الموازن العامة للدولة من السلطة التشريعية وعدم حرية التنظيمات ووحدات القطاع العام في الاقتراض من الغير أو إستار السنازل وبالتالي نجد أن القطاع الحكومي فيه نوع من الجمود فيه اللي هو لأنه يعني يندرج تحت أو يتم تنفيذ العمليات والمهام بناء على تعليمات وقوانين جامدة جدا في هذا المجال من خلال ما سبق نستطيع أنه نعرف المحاسبة الحكومية تعريفها يعني القطاع الحكومي عرفنا إيش خصائصه إنه القطاع الحكومي يهدف إلى تقديم خدمات ولا يهدف إلى الربح وهناك اختلاف كبير ما بينه وما بين القطاع الخاص وبالتالي يلابد من وجود محاسبة تحكم عملية اللي هو العمل داخل القطاع الحكومي وبالتالي أنشئت المحاسبة الحكومية وممكن أن نعرف المحاسبة الحكومية بأنها تعتبر فرع من فروع المحاسبة المالية وهذا الفرع يعني ما يميزه عن أنواع المحاسبة الأخرى بأنه يختص بدراسة المبادئ التي تحكم عملية التقدير والتسجيل والتقرير المحاسبي ولكن عن ماذا عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومة يعني المحاسبة الحكومية تختص وبشكل أساسي في العمل الحكومي ما تعقوم به الحكومة من وزرات ومن مهام ومن خدمات الذي يحاسب على المحاسبة داخل هذه الوزرات والمؤسسات الحكومية هي عبارة عن المحاسبة الحكومية طب ممكن نعرف إيش أهداف المحاسبة الحكومية طيب نجح نشوف أهداف المحاسبة الحكومية أولاً المحاسبة الحكومية تقوم بتوفير المعلومات اللازمة للمساءلة إيش يعني المساءلة يعني بتم سؤال الوزرات والمؤسسات الحكومية بتوضيح وتقديم تفسيرات وتبريرات عن أعمال الوحدة الحكومية لم يبقدموا هذه المعلومات لا السلطة التشريعية أو أي جهة من الجهات التنفيذية أو القضائية له الحق في طلب هذه المعلومات وطبعاً بالنسبة للمساءلة فيه عنده مساءلة مالية وفيه عنده مساءلة إدارية وفيه كمان مساءلة عن الأداء وتنحصر المساءلة المالية في التوفير يعني مطلوب يكون مطلوب من المحاسبة الحكومية توفير معلومات لازمة للتأكد من أن القوانين تطبق بشكل صحيح ودقيق قوانين مالية انتظام السجلات المالية وسلامة التقارير وأن الإنفاق قد يتم في حدود الاعتمادات والمخصصات أن الإنفاق المالي اللي بيكون في الوزرات هذا بيكون يتم إنفاقه في الاتجاه الصحيح أم غير ما هو مخطط إليه هذا طبعاً ما يتميز أو ما تهدي في المحاسبة الحكومية من توفير معلومات لازمة للمساءلة المالية أما بالنسبة للمساءلة الإدارية فلتأكد يعني بتم عمل محاسبة ومساءلة إدارية للتأكد من أن الموارد المخصصة للوزارة قد استخدمت بكفاءة وبدون إسراف ما تمش إسرافها أو عدم الاستخدام الأمثل لها أن الوحدة الحكومية تراعي في عملها أو الوزارة الحكومية تراعي في عملها الظروف الاقتصادية المحيطة بالدولة أما بالنسبة للمساءلة عن الأداء طبعا تهدف المحاسبة الحكومية لتوفير معلومات لازمة لتقويم البرامج والأنشطة الخاصة بالوحدة الحكومية لتأكد من أن العمل المالي يسير بالاتجاه الصحيح نحو الأهداف وتحقيق الأهداف والبرامج المنوطة بها وتحقيق النتائج المطلوبة والنتائج المرجوة هذا بالنسبة للهدف الأول أما بالنسبة للهدف الثاني فتعمل المحاسبة الحكومية على توفير المعلومات اللازمة لإيش لأغراض الرقابة بمعنى أنه يجب من خلال الرقابة على الموارد الاقتصادية المتاح للوحدة الحكومية يجب معرفة الموارد ومعرفة المعلومات المالية كيف يتم صرفها في هذه الحكومة إضافة إلى يتم عن طريق الجهات المخولة بهذه الوظيفة والتي يقصد بها التأكد من ماذا التأكد من أن الوزرات والمؤسسات الحكومية تلتزم بالبرامج والخطط والسياسات المحددة لذلك طيب وماذا تهدف أيضا المحاسبة الحكومية أيضا تهدف المحاسبة الحكومية إلى توفير المعلومات اللازمة لم يقلي لإيش لاتخاذ القرات وهذا بصراحة هدف مهم جدا لأن المحاسبة الحكومية تقوم بتوفير معلومات اللازمة لاتخاذ القرارات بهدف بهدف ماذا بهدف تقديم البرامج والأنشطة والمفاضلة بين البدائل المقارنة بين نتائج العام الحالي والأحوام السابقة تقدير حجم الموارد اللازمة لتحقيق أهداف الوحدة تحليل علاقة المدخلات والمخرجات في العمليات التي تقدمها الوحدة الحكومية واقتراح أسليب من شأنها زيادة فعالية الأداء وترشيد وبالتالي تقوم بتوفير معلومات مهمة جدا جدا لمين لمتخذي القرارات ويساعدهم في تقديم المشورات اللازمة لذلك من أهداف المحاسبة الحكومية أيضا توفير المعلومات اللازمة لإعداد الحسابات القومية وهذا مهم جدا بحيث تزداد أهمية هذا الهدف مع زيادة الاتجاه إلى توطيط العلاقة إلى درجة كبيرة بين النظامين المحاسبة الحكومية والقومية بحيث أن القطاع الحكومي يعتبر من القطاعات الهامة والتي يحتاج إلى معلومات معينة تقدمها المحاسبة الحكومية له لإعداد الحسابات القومية اللازمة لذلك أيضا الهدف الخامس توفير المعلومات اللازمة للإغراض الإعلام عن النشاط الحكومي بحيث أنه من خلال معلومات المحاسبة الحكومية نستطيع معرفة النشاط الحكومي ونشاط الوزرات وهل أنهم يعني أدوا الغرض المطلوب منهم ولا لا وهي تعتبر وسيلة إعلام أساسية في هذا المجال وبهيك احنا نكون احنا تعرفنا على المحاسبة الحكومية وعرفنا أهداف المحاسبة الحكومية أما الآن يجب معرفة خصائص المحاسبة الحكومية خصائص المحاسبة الحكومية أنها تؤدي الوظائف الأساسية المحاسبية عموما وهي قياس وتسجيل وتبويب وإنتاج وتوصيل المعلومات المالية التي تفيد متخذي القرارات وهي بذلك لا تكون قاصرة فقط على نتائج تنفيذ تقديرات الإرادة والنفقات وإنما أيضا تقوم بتوصيل معلومات مالية لتخذي القرارات اللازمة لهذه المحاسبة الخاصية الثانية وهي المجال المحاسب المتخصص بتقدير تعتبر المحاسبة الحكومية هي المجال المحاسب المتخصص بتقدير العمليات المالية في وحدات الجهاز الحكومي وبالتالي فإن المحاسبة الحكومية تعتمد اعتماد أساسي على ما يسمى الموازنة العامة وهي الموازنة التي يتم إعدادها من قبل الحكومة ومن قبل وزارة المالية وإصدارها كقانون من المجلس التشريعي وهي تحتوي على بندين أساسيا وطبعا يكون في فصل كامل عن الموازنة العامة والتي تتكون من الإيرادات والمصرفات وطبعا يعني العلم أن الموازنة العامة تتم إعدادها في بداية السنة وليس في نهاية السنة يعني الموازنة العامة تختلف اختلف كل عن الميزانية العمومية كما يعني درستوها في المحاسبة واحد محاسبة اثنين الموازنة العامة تختلف اختلف كل عن الميزانية العمومية وإن شاء الله سنأخذ يعني فصل كامل عن الموازنة العامة وسيتم توضيح الفرق ما بين الموازنة العامة والميزانية العمومية نجد أيضا من خصائص المحاسبة الحكومية أن لها نفس المقاومات الأساسية للنظام المحاسبي والتي تتمثل في المحاسبة الحكومية لها نفس المقاومات الأساسية للنظام المحاسبي المتعرف عليه أنه في قواعده في معايير في موارد بشرية في رقابة داخلية في تقارير في أوراق عمل في مستندات في سجلات في مستوى تكنولوجيا في مورك كثير نفس المقاومات النظام المحاسبي المتعرف عليه ونجد أن المحاسبة الحكومية ترتبط ارتباط وطيد في الوحدات الحكومية دون غيرها يعني نجد أن المحاسبة الحكومية يعتم تطبيقها فقط في المؤسسات والوحدات الحكومية ولا نجد أن قطاع خاص يعني يقوم بتطبيق عمل المحاسبة الحكومية لا المحاسبة الحكومية متخصصة فقط في القطاع الحكومي ومن هنا أتت تسمية المحاسبة الحكومية بحيث أنها تمر بمراحل تطور كبيرة لدرجة أصبحت المحاسبة الحكومية الآن تقترب من المحاسبة المية لدرجة الاستفادة من المعايير المحاسبية المعتمدة من خصائص المحاسبة الحكومية أيضا بأن لها نماذج متعددة وطبعا هذه النماذج تم تصميمها خصيصا بما يتناسب والأنشطة المالية المختلفة التي تقوم بها الوحدات الحكومية وبالرغم من ذلك نجد أن هناك نماذج محاسبية متنوعة مشتركة ما بين النشاط الحكومي والنشاط الخاص من خصائص المحاسبة الحكومية أيضا بأنها تتشابه مع المحاسبة المالية غير الربحية في بعض المحاسبة المنشآت غير الربحية مثل الأندية والجمعيات الأنجي أوز بأن المحاسبة الحكومية كما تحدثنا متخصصة في القطاع الحكومي ومتخصصة في الوحدات الحكومية والوزرات الحكومية ولكن نجد فيه تشابه بينها وبين المحاسبة المنشآت غير الربحية الأنجي أوز مثل الأندية والجمعيات طبعا الأندية والجمعيات هي مؤسسات غير حكومية ولكن تعتبر مؤسسات غير الربحية يعني هي لا تتبع للدولة ولكن تهدف نفس هدف الحكومة بأنها تقوم بتقديم الخدمات اللازمة دون الهدف إلى الربح من خصائص المحاسبة الحكومية بأن تتوفر للمحاسبة الحكومية بشكل خاص مرجعية أساسية تتمثل في ما تصدره الدولة من تشريعات مالية محددة بأن المحاسبة الحكومية رغم أنها تستخدم الضوابط والمبادئ المحاسبية المتعرفة عليها إلا أنها مقيدة بقوانين وتشريعات خاصة تقوم بها قوانين وتشريعات وأنظمة ولوائح خاصة بالحكومة يتم الاعتماد عليها وبشكل أساسي فيها طبعاً أنا حابب أعود بصراحة هنا الجهات المستفيدة من البيانات المحاسبة الحكومية الآن نحن عرفنا إيش المحاسبة الحكومية وعرفنا إيش تعريفها أهدافها خصائصها طب مين المستفيد من المحاسبة الحكومية؟ أكتر ناس مستفيدة من المحاسبة الحكومية من هما؟ نجد أن السلطة التشريعية بالجهة الأولى للاستفادة تستفيد من المحاسبة الحكومية من خلال إيش؟ حيث تقدم لها البيانات المحاسبية ضمن تقارير تطلبها السلطة التشريعية بشكل دوري وعند الطلب وبالكيفية التي تريد يعني المجلس التشريعي هو من يراقب الوزرات الحكومية ويراقب أعمالها وبالتالي بيحتاج إلى تقارير بشكل مستمر وبشكل دوري التقارير هذه بتقدمها الوزرات والجهات المعنية والمختصة من خلال استخدام المحاسبة الحكومية وطبعا خلال الفترة مالية محددة بيقوم السلطة التشريعية بطلب تقارير يعني بالطريقة اللي بتطلبها المجلس التشريعي أو السلطة التشريعية وبالكيفية لها تريد وخلال أي فترة محتاجها طبعا القوائم مالية المنشورة وبنهاية الفترة مالية وتكون طبعا بتتم إنه نشر في نهاية الفترة مالية بتتم نشر قوائم مالية عامة عن الدولة ومؤسسات الدولة وطبعا التقارير هذه بتحتوي على إنه أو بتكون بهدف أو يتم تكوين هذه التقارير بهدف الرقابة على السلطة التنفيذية اللي هي من السلطة التنفيذية هي الوزرات الموجودة ومدى تقايدها بقانون الموازنة العامة لأنه بيكون بتم إصدار قانون بسمى قانون الموازنة العامة في بداية كل سنة بتأكد المجلس التشريعي من مدى تطبيق هذه الوزرات والسلطة التنفيذية لبنود الموازنة العامة من خلال المحاسبة الحكومية بتتم تأكد منها ومن خلال التقارير اللي بتمنشرها إضافة إلى يتم تقييم أداء السلطة التنفيذية من خلال هذه التقارير يعني محاسبة حكومة تقدم التقارير هذه لا السلطة التشريعية عشان السلطة التشريعية تراقب على السلطة التنفيذية وتعرف مدى تقييمها بقانون الموازنة العامة وتعرف كمان مدى تقييم أداء السلطة التنفيذية هل أداءهم كان ممتاز أو غير ممتاز جيد أو غير جيد وإلى آخره أيضا من خلال التقارير بتستفيد السلطة التشرعية من ممكن يعني إمكانية المساءل عن أي اختلافات بين المنفذ وبين خطة الموازنة العامة بمعنى أن السلطة التشرعية أقرت موازنة عامة ويقول لجميع الوزرات يجب عليكم تطبيق ما تم إقراره في الموازنة العامة من خلال تقارير المحسبة المالية السلطة التشرعية أو المجلس التشرعي بتأكد من أنه أنه السلطة التنفيذية التزمت بالقانون تتأكد من أداء السلطة التنفيذية كيف كان أداءها وتقيم السلطة التنفيذية على أداءها أيضا ممكن أنه يكون في مساءلة إذا كان لقت المجلس التشرعي أو السلطة التشرعية وجد أنه هناك اختلاف كبير ما بين ما تم تنفيذه خلال السنة أو ما بين ما تم إقراره في الموازنة العامة في بداية السنة إضافة إلى من خلال هذه المعلومات والتقارير التي تقدم من المحاسبة الحكومية يتم من خلال السلطة الشرعية التخطيط المستقبلي وإقرار خطط الموازنة العامة من الجهة الثانية التي ممكن أن تستفيد من المحاسبة الحكومية طبعا نجد أن السلطة التنفيذية تستفيد بشكل كبير جدا من المحاسبة الحكومية بحيث تعتمد على القوائم المالية الختمية وتعتمد كمان على التقارير الدورية المحاسبية التي تطلبها بالكيفية والوقت الذي تريد إيش بيهدف هذا الموضوع؟ بيهدف هذا الموضوع إلى تحديد الأنشطة والخدمات العامة لكل فترة مالية أيضا بيهدف إلى رقابة أداء الوحدات الإدارية الحكومية ومتابعته واتخاذ القرارات المناسبة لتقويمه أيضا تقييم الإدارات العليا لأداء الدوائر الحكومية التابعة لها وإعداد خطة الموازنة العامة القادمة من الجهات أيضا المستفيدة من البيانات المحاسبية الجهات الرقبية وطبعا نجد أنه الجهات الرقبية في عندي رقابة داخلية وهذه طبعا جهات الرقبية الداخلية للسلطة التنفيذية لكل وزارة في عندي اللي هو جهات رقبية داخلية أيضا في عندي كمان رقابة خارجية مثل ديوان الرقابة الإدارية والمالية ويتم تقديم تقاريره بشكل مباشر إلى المجلس التشريعي أيضا هناك أيضا رقابة رئاسية بحيث أنه يكون في عندي رقابة من الرئاسة بهدف تحسين الأداء ومنع تجاوز الخطة ورسم السياسات المستقبلية وأيضا من خلال الأسليب الرقبية التي تعتمد على التفتيش والكشف الحسي المفاجئ أيضا هناك من الجهات المستفيدة من البيانات المحاسبية الحكومية في جانب الرقابة هناك أيضا رقابة شعبية بحيث يتأكد المواطنون من مدى قيام السلطة التنفيذية بمهامها وانسجامها مع قانون الموازن العامة من خلال ممثليهم في المجلس التشريع بحيث أنه يوجد لكل منطقة وكل حي أو كل مدينة نائب من المجلس التشريعي هذا النائب يقوم بالتأكد من أن السلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ ما هو مناط إليها بالشكل المناسب وطبعا يعني يكون هو كحلقة وصل ما بينه وما بين الشعب والحكومة وهناك أيضا رقابة ذاتية وهي تعتبر من أهم أنواع الرقابة أكثرها فعالية بحيث أنه يكون لكل موظف يقوم بأداء عمله له يعني رقابة ذاتية بإخلاص وضميره حي بأن يقوم بتنفيذ كل ما تم توجيه كل ما تم تقديم خدمات أو مطلوب منه تقديم خدمات المناسبة له من الجهات أيضا التي تستفيد من البيانات المحاسبة الحكومية نجد المستثمرون واللي بيستفيدوا بشكل مباشر جدا من البيانات المحاسبية المقدمة بحيث يستفيد المستثمر من البيانات المحاسبية المقدمة ليش؟ حتى يعني ياخد القرار المناسب في أنه يستثمر في هذه الدولة أو لا من خلال قراءة ودراسة التقرير المالية المقدمة من مين؟ المقدمة من المحاسبة الحكومية واللي بتم من خلاله معرفة قوة مركز الحكومة المالي ونسبة النمو الاقتصادي وحجم المديونية الموجودة في الدولة وقدرة الدول على السداد إضافة إلى أي معلومة أخرى عن القوانين واللوائح والنظم وخصوصا ما يخص اللي هو الاستثمار الجهة الخامسة اللي ممكن أن تستفيد من بيانات المحاسبة المالية هم المواطنون طبعا بحيث أن المواطنون يحتاجوا بشكل أساسي إلى الإطمئنان على أموالهم المدفوعة للضريبة لأن المواطن عندما يقوم بدفع الضريبة المفروض أن المبلغ اللي يدفعه كضريبة أنه يستفيد منه هو أو أبناءه من خلال وجود مناطق ترفيهية له من خلال وجود أمن في الدولة من خلال وجود خدمات صحية مناسبة من خلال وجود تعليم مناسب لأبنائه وبالتالي هناك أيضا المواطنون يحاولون أنه بقدر الإمكان يستفيدوا من بيانات المحاسبة الحكومية من خلال معرفة أموال المدفوعة للضريبة أين ذهبت وكيف ذهبت وكيف استفاد منها المواطنون بشكل مباشر أو غير مباشر أيضا يعني بحب أضيف أنه هناك الباحثون والدارسون يستفيدوا بشكل كبير جدا 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 من المعلومات المحاسبية المقدمة من المحاسبة الحكومية كيف نجد أن كثير من الدارسين في مجال المحاسبة يعني يقومون بعمل دراسات ماجستير دراسات دكتوراه أبحاث محكمة يتم تقديمها بشكل مباشر ونشرها هذه الأبحاث وهذه التقارير تحتاج إلى بيانات أساسية من الحكومة من خلال التقارير المالية المقدمة وبالتالي تعتبر بحثون ودارسون من الجهات المستفيدة من البيانات المحاسبية المقدمة من المحاسبة الحكومية أشكركم على حسن الاستماع وإن شاء الله سيتم تكملة الفصول القادمة للمحاسبة لمساق المحاسبة الحكومية في محاضرات قادمة إن شاء الله أشكركم على حسن الاستماع أتمنى لكم دوام التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته